أربع سنوات عنضاها السفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية الصين الشعبية لدى جاد سعادة لي جينجينج جاء إلى القصر الرئاسي ليقدم تحياته ووداعه لرئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس دي بيت نو اللقاء الذي حضره أقرب معاوني رئيس الجمهورية استعرض مجمل مجالات التعاون بين جمهوريتي جاد والصين الشعبية وقد أشاد رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس دي بيت نو بنشاط وحيوية الدبلوماسي الصيني وجهوده التي ساهمت في تقوية سبل علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين العاصمتين أنجمين وبكين وتمنى رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس دي بيت نو مزيدا من النجاح والسداد للدبلوماسي الصيني في حياته العملية المغبلة هذا وعقب لقائه رئيس الجمهورية قال السفير الصيني المنتهية فترة عمله بالبلاد لي جينجين إنه انتهز فرصة لقائه برئيس الجمهورية وقدم له حصيلة التعاون خلال الأربع سنوات الماضية وأشاد بالتعاون المثالي بين الدولتين مؤكدا أن بلاده تولي جاد أهمية خاصة وذلك نسبة لدورها المحوري في المنطقة وإفريقيا وأوضح أنه أطلع رئيس الجمهورية بالمشاريع الحيوية المتعلقة بإنشاء الملاعب والمدارس المهنية والتكنولوجية في جاد وأبان أن بلاده فخورة بتعاونها مع جاد وأن ثمار التعاون يانعة يستفيد منها البلدان نذكر أن التعاون الشادية الصينية يشمل عدة مجالات منها مجالات زراعية ونفطية وغيرها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر